موسيقى حذيري البعض يقول النهضة عمرها ما تقلقت من الهجمة على نجيب الحمروني المرحومة نجيب الحمروني ناقبة صحفيين النهضة عمرها ما تقلقت وقت اللي نجيب الحمروني كان يتم التنديد والتنكيل بوجهة وبعينيها وبالحولة وبالمرحومة معناها عملوا فيها اللي ما يتعملش ولهناء فما نستقلك راو المبادئ ما تتجزقش ردوا بين وين كانت النهضة وقت اللي صارت الهجمة هذي هاو نفس الهجمة صارت على نجيب الحمروني مثلا النهضة تقصد قواعد النهضة وأنصارها نقصد الخطر جسو موت وانتي ش قتلي مدهب قتلي أنا نجم نتقاضي غدوة نجم نقاضيهم تعرفهم شكون انتي ناس هذم نعرفهم كيفاش تعرف شكون عندك مثلا عندك ذوباب الإلكتروني نجم يكون موجود انتي تعرف بالاسم شكون أعمال الشيء هذي اي نعرف شكون ومنش كان أنا راني بش نقدم قضايا أنا بش نقدم عيلتي معناها متمسكة انها تقدم قضية وفما جمعية منامتي زادة كيف كيف متمسكة تقدم قضية لأن هي تناظل من أجل هذا المعنتها هذه القضية العادلة وانا نحب نحييهم لأنهم البارح زادة نظموا وقفة احتجاجية ويا شوف أنا راني في الموضوع هذي أنا جسو يوم بوزيسون دي فورس أنا نايبة ما عنديش مشكل أنا من خلالي أنا ثم ناس تعاني معناها من موضوع ذلك وفما رمزية وما تنساش عملنا قانون صوت حزبك ما سمع نهش بصوت عالي وقت اللي صار هذا نجيب الحزب والله شيء المسألة معنتها قديمة والمرحومة نجيب الحمروني معناها مناضلة الوضعية وضعية أخرى زادة مدام وحزبي معناها تحب نرجع أنا للعشيف مرجعتش ما نعرش شنية ولكن ما نعرش شنية مواقف الحزب الأخرى ومنس الأخرى معناها هي الأخت نجيب الحمروني رب يرحمها إن شاء الله وينعمها دخلت في المنعرج هذية وقاعدت تتقاوم وحدها معناها بصفة منفردة مدافع على أحد براتيك مو حتى زملاء صحفينا مريتش دي بلاتو اللي تعملوا على الهاجمة العنصرية مريتش مطالبة حتى بتجريم الموضوع ذي دانك هذي عدم المدافع راي كانت براتيجي والذباب الإلكتروني اللي ما يسمى بالذباب الإلكتروني مسها هي وكما معنتها توا اليوم قاعد يمس فيها أنا لكن اليوم مسني أنا وخطر اليوم واللي عنا قانون لأنه اليوم فما ديباب كبير على المسألة العنصرية لأنه فما وعي جديد معناها من حول المسألة هذي الكونتكست يختلف فرحه ومش كما الوقت هذك كما الوقت هذا ولكن هي الإدانة معناها مرفوضة وميزمش كيل بمكالين أعمل هاني نقول لك أنا ويني الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ونقول لك أنا زاد ونقول لك ويني النساء المدافعات على حقوق المرأة وينهم وينهم وش بيهم ما تحركوش جميلة كسيكسي لأنها تنتمي إلى فكر معين ولا عندها تجاه سياسي معين ما هيش إنسان جادير بالمدافعة أنا رفعت التحدي ما تدفعوش على جميلة كسيكسي بجاه ربي خرجوا بيانات وندوا وخوضوا موقف دفاعا على الناس اللي يشبهوا الجميلة كسيكسي كهو مثالش فقط أنا ما نحتاجش كلي دفع لي أنا بش ناخد من كلامك كلام مهم برشا مدام كسيكسي وقت اللي تقول إنجم يكون هذي درس للجميع هكا قلت نعم نجم يكون درس للجميع حذاري 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 على خاطر ساعات نمسوا شي معين لا يقدر كل شي نجم يتحرق على خاطر توازناتنا توازناتنا صعيبة شكرا لك مدام بارك الله فيك تفضل 30 سيجون نحب نقول للتوانسة تحية لهذا البرلمان المنتخب الجديد بالرغم من كل شي بالرغم المشهد والشكل الغريب والحلة الغريبة اللي كان عليها البرلمان إلا إنه الأشغال متاعه خدمت السيدة رئيسة المجلس تسير من منصة الضيوف يعني هذي يزال نسجلوها في تاريخنا ونحب نحيي السيدة ساميرا الشواشي على ضبط أعصابها لإني أنا كنت زادتها جمت عليها شوية في إطار هذا التشنج أنا نعتذر للسيدة هذي السيدة ساميرا الشواشي ونقول لها أحسنتي إدارة الجلسة يوم الأمس القانون المالية في طور المصادقة النقاش على المالية في طور المصادقة وسيتم كل شيء في الأجال ولم تتعطل أعمال المجلس بالرغم البلطجة وبالرغم اللي ريناهي كله في مجلس نواب الشعب وإن شاء الله يا شعبنا تونس غدوة خير شكرا لك بركة الله فيك جميلة الكسيكسي بركة الله فيك على قبول الدواء